نعى مجلس النواب رئيسا وأعضاء إلى الشعب المصري العظيم استشهد عددا من رجال القوات المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر الإرهابية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء كما أكد المجلس أن مصر أمام إرهاب أسود يستبيح سفك الدماء لإجهاد كل قيمة شريفة معربا عن دعمه الكامل لقوات المسلحة والشرطة البسلة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه